ماذا نقول عن جدة تيموثاوس وأم تيموثاوس تلميذ بولوس الرسول لما بولوس كلم تيموثاوس عن الإيمان الساكن في جدتك لويس وأمك أفنيكي وهذا الإيمان انتقل عن طريق الإيمان لأنه مكتوب وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح فهذا الإيمان أحبائي من الجدة للأم لا الإبن ما أعظم هؤلاء الأمهات اللواتي تركنا بصمات ليس فقط في حياة أولادهن ولكن تركوا أثر وبصمة على التاريخ فكل من هذه الأمهات الرب أعطاهم إما ولد أو عطية اللي تكون بركة وسبب بركة للعددين إبراهيم أعطاه إصحاق حتى يكون من نسله المسيح إنه تتبارك بنسلك جميع قبائل الأرض وحواء حتى تكون سبب خلاص لكل من يؤمن بالرب يسوع المسيح وهكذا أحبائي أم موسى أيضا كان سبب في تحرير الشعب القديم من أرض العبودية وأنه يتمتع بالشريعة الإلهية والنموس والوصايا اللي تميز فيها عن سائر الشعوب وهكذا في العهد الجديد خدام الله بسبب أمهاتهم أصبحوا مبشرين وكارزين ووصلوا إلى مناطق عديدة من العالم بسبب صلوات الأم بسبب محبة الأم وبسبب حنان الأم وبسبب خدمة الأم وبسبب تضحية الأم لأن الأم مضحية محبة متفانية ساترة عاملة كل دقة من دقات قلبها لأولادها وكل محبة من كيانها هو من أجل أسرتها ومن أجل عائلتها ولهذا السبب أقول فعلا مش بس لازم يكون في يوم لازم يكون كل يوم نتذكر أمهاتنا ونعطي الشكر للرب من أجل حياتهم ومن أجل بركتهم بركة الوالدين علينا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر